برضو بنفس الطريقة incentive ننزل تحت خالص نبص على الاموت والآوتبوت هنلاقي هنا فيه تلاته في الاموت فيه الكلام وبعدين اخره تلاته وبعدين في الاآوتبوت فيه تلات سطور والسطر الاولاني نفس الكلام المكتوب في السطر الثاني في هلالالت لكن الاختلاف ان السطر الاولاني فيه رقم واحد السطر الثاني فيه رقم اتنين السطر الثالت اخر فيه رقم تلاته يبقى على طول كده احنا كمبرمجين نفهم ان ده عبارة عن فور لوب في رقم ثلاثة اليوزر هيدخله يبقى أنا هعمل فورلوب يمشي ثلاث مرات لو اليوزر دخل رقم أربعة يبقى حمشي أربع مرات طب الأربع مرات هبدأ من كام وخلص عند كام هبدأ من واحد وخلص عند الان الرقم اليوزر هيدخله طيب تعال كده نشوف الكود تحت حلاقي هنا فعلا هو عمل اتنين variables واحد اسمه employees دفاضي والتاني اسمه current employee وده بيبدأ بواحد طب ليه عمل فوق ليه ما عملش فورلوب تحت عشان المسألة دي تبع الدرس اللي بنشرح فيه while فعشان كده احنا حلينا المسألة دي بالwhile بدل الفور الwhile زي الفور بالظبط واحنا اول ما شفنا ده هنعرطول هيجي في بالنا فور عشان احنا مبرمجين وعارفين فور لكن انا في الحل في الكود لو انا عايز اعملها while او فور مش هتفرق احنا استخدمنا while بس عشان هو تبع درس while فالاحسن ان احنا نستخدم while عشان ان نتدرب عليه بس فهعمل الواحد فوق في الاول لوحده وبعدين هطلب من اليوزر ان هو يدخلي عدد الامبليوز فدخل العدد وبعدين هقول while in current employee اللي هو واحد اصغر من او يساوي العدد اللي اليوزر دخله في الحالة دي احنا عاملين current employee بواحد واليوزر دخل لنا رقم ثلاثة فهل الواحد اصغر من او تساوي ثلاثة ايوة فحبع الجملة العادية جدا بتاعتنا واجي عند الرقم اعمل percentage دي واكتب current employee اللي هو دلوقتي واحد يبقى طبعا اول جملة ومكتوب هنا واحد بعد كده انا عايز ادخل على التاني فحعمل current employee plus plus بس خد بالك ان السطرين جوه الوايل يعني الوايل لسه ما خلصتش انا عملت plus plus قبل الوايل ما تخلص ليه عشان لما القوس يتقفل ويرجع تاني للوايل المرة دي current employee حيبقى باثنين لان احنا عملنا plus plus فبقى باثنين فدلوقتي حيبقى باثنين هل الاتنين اصغر من او تساوي ثلاثة ايوة فحيطبع السطر ده تاني وحيحط هنا رقم اتنين وبعدين قبل الوايل ما يخلص هيعمل current employee plus plus فحيبقى بتلاتة ويدخل هنا هل current employee اللي هي تلاتة اصغر من او تساوي التلاتة اه هي مش اصغر من بس تساوي فالشرط هيعتبر صح فحيدخل هنا يعمل checking employee ويكتب هنا رقم تلاتة ويكتب بقية الجملة وبعدين يعمل plus plus هتبقى اربعة وبعدين بقى اللفة التانية هل الاربعة اصغر من او تساوي تلاتة لا في الحالة دي يبقى الوايل الشرط بتاعها مش هيتحقق فحيطلع بره خالص يعمل return zero والبروغرام يقفل